إذن مشاهدين بعد توتر وتصعيد عسكري من جانب الحدود اللبنانية مع إسرائيل مزيد من التصعيد يلوح في الأفق بعد الأوامر العسكرية العليا التي أعطيت من الجانب الإسرائيلي والتي كشف عنها مصدر عسكري ونقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية أيضا تلك الأوامر تمثلت باستهداف وتدمير المنشآت اللبنانية الحساسة والحيوية في حال أقدم حزب الله على أي هجوم أو عمل انتقامي ردا على مقتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية قبل أسبوع والذي أعطى هذه الأوامر هو وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس ذو الرتبة العسكرية الأعلى في الجيش الذي ترأس اجتماعا أمنيا على أعلى المستويات بحضور رئيس الأركان أفيف كوخافي وعدد من كبار قادة الجيش تعهد خلاله برد إسرائيلي غير مسبوق ضد لبنان ومنشآته الحيوية إذا نفذ حزب الله أي هجوم وليس فقط على المواقع التابعة للحزب معلنا بذلك حال التأهب القصوى على الجبهة الشمالية استعدادا لذلك الاحتمال ويهدف هذا التهديد العلني بحسب محللين لدفع الحكومة والرأي العام للبنان لممارسة المزيد من الضغط على حزب الله من أجل ثنيه عن الإقدام على أي رد متهور يدفع لبنان ثمنا له هذا السيناريو مطابق تماما لما حصل خلال حرب 2006 حين أسر حزب الله عددا من الجنود الإسرائيليين في عمليته التي أطلقها في الثاني عشر من يوليو وأسمها الوعد الصادق ليأتي الرد الإسرائيلي بعد عملية عسكرية شاملة استمرت أكثر من شهر نفذت خلالها مئات الغارات والضربات التي استهدفت بشكل رئيسي البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية كمطار بيروت ومحطات الكهرباء والجسور والطرق الرئيسية وبالرغم من إعلان زعيم حزب الله حسن نصر الله أن العملية فردية من حزبه فقط ومن يتحمل مسؤوليتها دون الحدود اللبنانية إلا أن الشعب اللبناني كان هو الذي تكبد الفاتورة الباهضة للغاية لتلك المغامرة سواء بالأرواح أو بالممتلكات أو المرافق العامة والبنى التحتية للبلاد التي تضررت بشكل كبير وسقط أكثر من ألف ومائتي لبناني قتلى في تلك الحرب وأصيب الآلاف وغيرهم إضافة لنزوح أكثر من نصف مليون مدني معظمهم من قرى وبلدات الجنوب التي اكتوت أكثر من غيرها بنار القصف الإسرائيلي